السلام عليكم أخوتي أنا أم سيدال بنتي ماتت في مدينة القهرة بسبب فرماسيان أنا أخوتي اللي بغيت نقول لكم أنا تظلمت وبنتي ماتت في سبب الظلم وعشت القهرة أنا أولادي وعشت تمارا وليم عمري شتشت في الحياة ديالي لأنني أنا بنتي ماتت بسبب كوافورة الأب ديالولادي بشمعة كوافورة وخلانا الجوع والقهرة والثمارة وبنتي بجتعد أقرب فرماسيان لحدايا أعطاها جوجب بطاة ديال كورشيسين بلا أوردونوس وعندي أخوتي اللي تشرح طيبي في 31 طبيب وعشت بالإدانة ديالهم عندي الأعتراف ديالهم بأن السيدة مولد الفرماسيان تقول لهم أنا خرجت والسيدة اللي معايا هي اللي أعطيتها الدواء اليوم أنا سنطالب بحقي أنا منتنازلش على حقي لأنني تعدبت لأنني في سبب أولادي والكوافورة وفي سبب هذه المولد الفرماسيان أنا تقهرت وتعدبت أنا أولادي أنا بنتدرت لعامين ديال الخياطة تدبنون بشتعوني وتخضب عليها التواحد ما كي يدير ديالله سبحانه وتعالى لأن الموت رهد يالله بنادم تيمرت قدامك تيخرج تتضربوش حاجة تتقول دار حديثة ومات ولكن باش هذا الظلم هذا تخرج أي واحد يخرج يعطيه الدواء يقول لي هاك باش تموت لا رتاهم ما عندهم قوانينهم أنا تنطالب من وزير الصحة يشوف هذه الحالة هذه لأنني أنا مريضة ومريضة بالاكتئاب أنا لحد الآن حالة ديالي كتزاد ما كتتحسنش أنا متنهش الليل لأنني يا أخوتي أنا ما أخذيت حقي من هذه الناس سنأخذه بيدي ولا ما أعطوني حقي أنا رأى دابا عامين وأنا تنجري في محكمة برشيد ودفعت علي الفلوس وعندي دابا في محكمة سطات عندي نهار 25 في شهر واحد اليوم تنطالب بعد الواكيل اللي حال في القصام أمام الله وأمام العبدي يعطيني الحق ديالي يا أخوتي أنا رأى أم أنا رأى أم تتلي يا ابنتي في سبب الظلم أنا رأى تشرت أنا أولادي أنا الأحد الآن ما عنديش باش نعيش الدار الأولى اللي كنت فيها كلت فيها العصا مرة كنت ليحها فيديو أخوتي كلت فيها العصا بسبب ما للكرا كل شي الناس قلوا لما لكم بدرت أولادك السيدة بحلاك وخرجت له الدار كريت فيها أنا أولاداتي كنت نخلصه ولكن رأى ما عنديش من كورونا ما عنديش ده بدير لي الإفراء بنتي مريدة بالحلاقة بنتي مريدة بالحلاقة بنتي قطروا لي على القلب اللي أنا ما عنديش ما عنديش يوعد لكي يموني هذه السيدة هذه خرجتها لحياتي وخرجتها لأولاداتي أنا رأى كنت واحد السيدة باركة في داري مع أوليداتي تنعرف غير الطياب وغير شقة وتنتي أن أوليداتي تجوا من المدرسة ولكن بسببها الكوافورة هذ الناس اللي في القارة كلهم أخوتي كلهم كلهم فين كنشجل أنا ده بعرف القيصة ديالي أجنائية ممساكن كله وباش تتعون معي بس خالله أنا والله إمام خلصة لا مالات دولة كرة فين هنجي أنا أولادي لأنها دمولة الفرماسيان وهذ الكوافورة هم اللي خرجوا لي على الحياة ديالي بشات فيها بنتي ولدتي تعذبوا بنتي والدي حتى أنا أخوتي يا أسبي الله ونعملوا كل فات الناس وش كي نجي رحمة أخوتنا المزلمين ولا ما كي ناجي وش كي نجي رحمة من زي كنت بقى لتلت شهر وتكملت 18 عام أولادي إنه إنه إسالي ويقفوا أولادي وإنه إوه ويبتد أولادي ويقفوا أولادي ويقفوا بنتي قلت للماتص قلت لي يا بابا أنت مني ما قلتني من المتفل الدنيا قلت لي مني ما قلتني من المتفل الدنيا قلت لي عني سوال ماكلا مني تلكراتي تقول لك اللي دير مع الكونتر اخرج. اجبال كنتم مقدروا لي في داري. قل لي اقول لماما تسمح لي في طلاق. قلت لي انت اضدتي لها دارة بعتيالي وخليتي نملي وحيد. قلت لي شوف هذا الشي ما تدخلش فيه انا انا سنويلك على اولادك. قل لي واسر يشوفي شي واحد اللي يزكتر يا مرضات شاكي سبب دقتها. لحد الان انا اخوتي البلغة ديالة بقى عندي دي لثلاثين درم ستمية ريال. بقى كلها مقطعة. بنجعلش ماتت. العسابة ديك البلغة ماتت. ما عنداش متلبس ما عندما يتاكل الخوتي ما عندمش ما ياكلو. نفس المشكلتاني وقعت فيه. الحمد لله لكل حال. انا ظنطل من العموشي دلي تحقيق في الشيلي انني عندي ورقاتي بجداوية. عندي الاعتراف ديالة الناس. وتنطلب من وزير الصحة. يشوفي دل حالها دي. رايش الملك. رايش الملك عايش اسيدنا. اسيدنا راح نتطلبنا واحنا في بلادنا راح نتقارنا. انا غدا تلاح فغل بشي. فغل بشي انا ولداتي. راح دي الزلقة بعدي شو غل بشي. حيث انا انا مقدامة. ما تجي حاجة والو اخوتي والو. لازنطلب يا ربي تنطلب من شي محسيني خرجني من هذه الازمة. تنطلب من شي محسيني اللي اعطيه لجنة. يجي تل عندي واي ورقة بغانا اعطيه لي ويشوف حالتي كبه شديره. تنطلب منه اللي اعطيه لجنة. ويوقف معي. ومولداتي. بنتي عند العلاقة بتي قطره لي على القلب. يا الله عندي 8 سنين وشي حاجة. وانا مات ليا بنتي ذيك. مغيت اشد علي. حتى بنتي ذيك. انا لحد الان وانا مريضة من كل شي تلقيت علي من كل شي الحمد لله. انا سنطلب من الله والمحسيني الله يزيزيكم بخير. تشوفوا في دل حالة ديالي. تعونوني ببنتي باش نعيد لها الحلاقة. معت بش تلص بيطاراتي واحد مستقبني دي المغزن. العلاقة انتي قطروا لي على القلب الليل تيجي يفوها. هستطلب منكم تشوفوا من حالي الله يزيزيكم بخير. وتنتمنى لكم الجنة. انا في حالة لا يرسلها. لا في صحدي. ولا في النفسية ديالي. تلعس رازي ملتاغل تنتكل. ولا في النفسية ديالي ولا في اي حاجة. لا اسمعها الكل من ضلبني. وتعدها لي الناس. لا اسمعها اليوم. ترجمة نانسي قنقر